قبيل التوجه للقضاء وفي خطوة أخيرة أرسلت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية رسالة للوزارات المعنية طالبت من خلالها تحويل هبات الموازنة الإضافية للسلطات المحلية العربية مؤكدة على خطورة التقليصات الأخيرة بحق المجتمع العربي لتقليص الميزانيات يجب تمرير القارات في لجنة المالية ولكن لجنة المالية لم تتداول هذا الأمر ولم تصوت على التقليصات فبالتالي القرار بتقليص الميزانيات للمجتمع العربي والسلطات المحلية هو غير قهوني وسنقوم بموجهة هذا القرار في المحكمة العليا توجهنا كتوجه أخير لاستنفاذ جميع الإجراءات القضائية قبل التوجه للمحكمة العليا وأكدت اللجنة القطرية في رسالتها بأن قرار الحكومة الإسرائيلية والذي اتخذ خلافا لتوصيات المهنيين والاقتصاديين لا يتماشى مع أحكام القانون وما يعرض السلطات المحلية العربية لخطر الانهيار في ظل هذا الإجراء الانهيار هذه السلطات يعني تعيين اللجان من قبل سباطرتش لهذه السلطات المحلية وتعيين هذه اللجان سيكون طبعا من قبل المستوطنين الفاشيين الذين طبعا سيديرون هذه السلطات المحلية العربية في حينها يعني على كل واحد مننا أن يتخيل كيف ستدار هذه المجالس من قبل هؤلاء المتطرفين الفاشيين عندها ستتحول المجالس العربية إلى بار للمستوطنين مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية بدأت حربا على المجتمع العربي في البلاد لحصاره وخنقه في سياسة عدائية واضحة وما أغرق المجتمع العربي في أزمات وقضايا عديدة على رأسها تفشي الجريمة المنظمة